استطلاعة الرأي ترجح بشدة فوز اليمين الإسرائيلي في سباق انتخابات الكنيسة المبكرة فجهود إحلال السلام مع فلسطين ستظل ضرباً من الخيال لا محالة وفقاً لقناعة أغلبية الغزيين تشاؤم سكان غزة يتكرس ولم يمضي سوى أقل من شهرين على اتفاق هدنة بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي أثناء ما عرف بعملية عمود سحاب أغلبية الغزيين توقعوا أن لا تسوق لهم أربع سنوات أخرى من حكم اليمين بزعمة نتانياه غير الأسوأ قناعة زاد من ترسيخها حسب تصريحات البعد تحالف حزب الليكود اليميني بزعمة نتانياه مع تكتل الليكود بيتنا القومي الأكثر تطرفاً حسب وصفهم كما أن الصراع بين الكتل السياسية الإسرائيلية ليس سوى صراع حول سفك الدم الفلسطيني وتوسيع الاستطان والتهجير كما وصف المشهد قادة من الفصائل الفلسطينية نحن لا نفرق بين قياجات الاحتلال الإسرائيلي كلهم يؤمنون بعدم حقية الشعب الفلسطيني في أرضه لا يؤمنون بالعدالة مخاوف بدت منطقية حسب كثيرين فالبرنامج الانتخابي لحزب نتانياه غيب تماماً عملية السلام أكثر من ذلك تدعو أغلبية شعارات الحزب إلى فكرة تجميد الاستطان بالضفة الغربية أما خيبة الأمل فقد بلغت ذروتها لدى الفلسطينيين تحديداً عندما لم يمنع حصول فلسطين على مكانة دولة المراقب في الأمم المتحدة إسرائيل من تنفيذ مشروع استطاني جديد يفصل شمال الضفة تماماً عن جنوبها ومع ذلك فلا يرقي ديون فلسطينيون من حل إن صدقت التوقعات بفوز اليمين غير التوجه إلى الأسرة الدولية للتغط على إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس ترجمة نانسي قنقر